يا أمة الإسلام أكرم أمة يا أمة التوحيد والإيمان أرب رب واحد ونبينا وصى بوحدتنا بخير بياني إن التآلف والتعاون قوة للمؤمنين كقوة البنيان فدعوا التنازع والخلاف سفاهة إن التحزب مورث الأضغان إن التحزب مورث الأضغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشر المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله مع أشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم تآلف اليوم في هذه الحلقة الخامسة عشر سنتحدث بمشيئة الله عن القاعدة الثانية من قواعد الإسلام في التأليف بين المسلمين وهي قاعدة توحيد مصدر التلقي للإسلام قلنا أيها الأحبة في القاعدة الماضية القاعدة الأولى أن الإسلام يؤلف بين أفراده بأن يجعل الرابط بينهم رابطة الإسلام أي إسلام من هذا؟ هذه القاعدة الثانية الإسلام الذي مصدره الكتاب والسنة ولذلك يأمرنا الإسلام بأن نعتصم بالكتاب والسنة نعتصم بدين الله والاعتصام بدين الله هو الاعتصام على الوحي على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني لا تفرقوا لا تفارقوا ولا تفرقوا يعني لا تفارقوا هذا الدين ردة أيها ذنب الله ولا تفرقوه بالأخذ ببعضه وترك بعضه أو بالابتداء في هذا التفريق فالمقصود أيها الأحبة أي إسلام من هذا الذي نجتمع عليه الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به الصحابة رضوان الله عليه وسار عليه وسار عليه أئمة الإسلام هذا هو الإسلام الذي نحن نتآلف فيه أيها الأحبة في الله هناك أناس يقول نحن عن الإسلام لكن إسلامهم مصدره غير الكتاب والسنة فإذا كان مصدره غير الكتاب والسنة فهذا إسلام غير إسلامنا فإذا كان هناك يسمون إسلام ومصدره يعني رجل قال أنا عندي هذا الإسلام ووحي إلي وعندي كتاب آخر وثم كون فرقا وقال هذا إسلامي لكن لديه كتاب غير القرآن ولديه عبادات تشابه نوعا ما فيها الصلاة في الصوم لكن في الحقيقة هو دين آخر هذا الدين الذي ليس مصدره كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وين سمي إسلاما لكنه ليس هذا الإسلام ولن نجتمع مع هؤلاء الذين مصدرهم هو أئمتهم والأئم هؤلاء الذين يقولون هم شرعوا لهم هذا الدين الأئم هؤلاء يبرؤون إلى الله منهم وإنما هؤلاء والضع يضعون هذه العقاعد ثم ينسبونها بعضها ينسبونها لعمة آل البيت وآل البيت براء من هذه العقاعد ثم يقولون هذا هو الإسلام لا هذا مصدر آخر أنت لم تستقي إسلامك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تأخى معك أنت على إسلام آخر نحن نتأخى مع أهل الإسلام الذين مصدرهم في معرفتهم لهذا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا هذا الإسلام الذي مصدره هو الكتاب والسنة فمن أعظم ما يؤلف بين قلوب المسلمين ما يؤلف بين قلوب المسلمين ويجمعهم ويجعلهم متعاونين متأخين متحابين أن يكون مصدرهم في فهمه مصدرهم في هذا الإسلام مصدرهم في تعلم الإسلام هو الكتاب والسنة أيها الأحبة في الله هناك من ابتدعوا أمور يجعلونها موازين للكتاب والسنة وأصبحت هذه الأمور يقدمونها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من ابتدع نظرية سماها نظرية الكشف نظرية الكشف عندهم أنك إذا مارست حتى تصل إليها قبلها درجة هذه الدرجة درجة الرياضة والتدريب الروحي فتمارس هذه الرياضة بجوع طويل وسهر طويل وفقر وعدم ومحاربة والقضاء على الأمور الفطرية التي فيك من محبة الأكل والشرب والنكاح ونحن ذلك يرون أنه بعد أن تأخذ في هذه الدرجة مدة طويلة يسمونها درجة أو هم يسمونها الزهد لكن هو في الحقيقة زهد بدعي وليس وعمال ورياضات ليست في الكتاب ولا في السنة لكن المقصود يرون أن بعدها ستصل إلى مرحلة الكشف في مرحلة الكشف عندهم مصادر لتلقي الدين غير مصادرنا غير الكتاب والسنة ويرون أنه لا حاجة عندما وصلوا لهذه مرحلة الكشف لا حاجة للكتاب والسنة وبعضهم يصرح يقول من وصل إلى هذه المرحلة عليه أن يدفن كتبه وعليه أن يغرقها في البحر وعليه أن يحرقها بالنار لأنه قد وصل إلى الله جل جلاله فهو يرى أنه يتلقى قلبه يتلقى من الله مباشرة حدثني قلبي عن ربي هذا مشكلة سيكون لديه يعني تعلم لعقائد وشرائع وأخلاق وسلوكيات من غير الكتاب والسنة هذا سيفرقنا هذا سيجعلنا نفترق سيجعل بيننا البغضاء سيجعل بيننا الفرقة والشحناء لماذا؟ لأنه يأتي بعقائد ويأتي بشرائع ويأتي بأخلاق من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يضعف التآلف يضعف التآلف كذلك عندما يقول يعني أنه وصل إلى مرحلة يتلقى عن الملائكة فهو في الحقيقة تلقى عن الجن فيرى أنه أصبح يرى ما لا يراه غيره يسمع ما لا يسمعه غيره يعلم ما لا يعلمه غيره ويكون من يحدثه ويخبره هم الجن ويقول هاتفني ربي أو ألهمني ربي والذي ألهمه هم هؤلاء الجن يقول أنه يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقضة أو منامن وبعضهم يقول يقضة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بدكر لم يذكره لا للصحابة ولا لم يذكره لأهل الإسلام وإنما خصه به وهو الآن يعلن هذا الذكر فيأتينا بأذكار لم تأخذ من الكتاب ولا من السنة وهكذا من يرى أن شيخه يعود للحيان وسواء روحه أو يلتقي به هكذا يجالسه ثم يذهب ويعود مرة أخرى ويلتقي أو المنامات أو أحيان هكذا ذوق أو وجد يجده في نفسه ويبدأ يعتبر هذا الكشف مصدر ويراه أصفى وأنقى من أن يتلقى من كتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم هذا يفرقنا يا أخوان هذا يفرقنا هذا تفريق كذلك من يأتي بمصطلحات من اليونان جوهر وعراب وحوادث وثم يسمي تلك الأشياء قوات عقلية الله لا تحله الحوادث الله ليس بجسم الله ليس بعراب الله لا تحله الأعراب ويسمي هذه قوات عقلية ثم يجعلها مصدر لمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ويبني عليها أمور تتعلق بتوحيد الله في ربوبيته تتعلق بتوحيد الله في ألوهيته تتعلق بتوحيد الله في أسماء وصفاته ثم يجعل الكتاب والسنة موزون لهذا العلم يسميه علم الكلام وأنه أتى بما يخدم الكتاب والسنة وفي الحقيقة يأتي بأمور خارجه ومصدر غير الكتاب والسنة ثم يجعل هذا المصدر يعني مصدر أصيل مصدر نقي مصدر موثوق به أكثر من ثقته بالكتاب والسنة ويرى أن من لم يتعلم علم الكلام لا يصح له أن يدرس العقيدة ويتحدث للمسلمين ببيان عقيدتهم لكونه ليس لديه هذا الميزان وليس لديه هذه المعلومات هذه يا إخوان هذه مشكلة وهي مصطلحات مجملة تحتمل حقا وباطلا فإذا أخذناها كما هي أخذنا الباطل الذي فيها وإذا رفضناها كما هي قد نرفض الحق الذي فيها ولذلك هذا علم باطل لا يصلح لا يصلح لكونه علم لا لكون ما فيه من مصطلحات ومن قواعد يسمونها قاطة عقلية هي شبهات هي مصطلحات مجملة وليست قاطة عقلية عندما تتخذ لك مصدر غير الكتاب والسنة أنت تفرق بين المسلمين متى أيها الأحبة في الله اتفقنا على هذا الأمر أننا نتآخى في الإسلام الإسلام الذي مصدره قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم متى ما عدنا أيها الأحبة نريد أن نتآلف تريد أن نتآلف نتآخى نتعاون نعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مصدر غير الكتاب والسنة ليس لنا مصدر غير الوحي الإلهي هذا الوحي الإلهي هو مصدرنا في عقيدتنا هو مصدرنا في شريعتنا هو مصدرنا في أخلاقنا وسلوكنا وهكذا الأمور المستجدة يكون لدينا القياس على ما في الوحي الإلهي كل عمدتنا هو الوحي الإلهي هو الوحي الإلهي وهو مصدرنا في فهمنا لدين الإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين وصلى الله وسلم وبرك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا يا أمة الإسلام أكرم أمة يا أمة التوحيد والإيمان أرب رب واحد ونبينا وصى بوحدتنا بخير بيان إن التآلف والتعاون قوة للمؤمنين كقوة البنيان فدعوا التنازع والخلاف سفاهة إن التحزب مورث الأضغان إن التحزب مورث الأضغان